سمستمرين مع حضراتكم مشاهدين في متابعة التقص بمحافظة أسوار والتغيرات المناخية الحادة اللي شهدتها المحافظة ده أدى لسقوط الأمطار الغزيرة وانتشار أصوات الرعض وأضواء البرق في مناطق عديدة وغمرت المياه الشوارع وده اللي أدى لتعرض عدد من أهلين للدغات العقارب هذا الضحاية لدغات العقارب وصل لخمسمية أو ثلاثة مواطن تلقوا كلهم الأمصال المضادة وكمان نفت وزارة الصحة والسكان وفاة أي مواطن جراء لدغ العقارب واللي خرجت من جحورها بعدما خرجت من الجحور بسبب السيول الشديدة ده في الوقت اللي أغلقت فيه المدارس أبوابها أمام الطلاب والتلاميذ تنفيذا لقرار محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بمنح الطلاب أجازة بسبب سوء الأحوال الجوية كمان تلقت غرفة عمليات محافظة أسوان عدة بلاغات أهمان هيار سبع منازل مبنية من الطوب اللبن بسبب الأمطار كذلك انقطاع الطيار الكهربائي عن معظم أحياء وقراء المحظة